وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 412 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 35 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية ضبطت وزارة الداخلية أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة إلى جانب ضبط قرابة 31 طن وذلك في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط 623 قضية من بينها 155 قضية خبز ناقص الوزن و147 قضية خبز غير مطابق للموصفات في مجال قضايا المخابس فضلا عن ضبط قضيتين في مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي بمضبوطات بلغت أكثر من 3 أطنان من الأقماح المحلية